أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت جنوبي محافظة الأقصر وتستهدف المبادرة تقديم الدعم للأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين تحت عنوان أنت الحياة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بقرية الرزيقات بحري جنوبي محافظة الأقصر المبادرة تستهدف تقديم الدعم للأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في كرة محافظات حياة كريمة أنا الأول جايين نقدم الخدمات بتاعتنا وجمعهم من مصر بقدم طبعاً فرص عمل للشباب بنقدم الوظائف المتاحة عندنا عمال مساعدين فنيين وفنيين ومهلات أولياء إداريين بنقدم لهم تأمين صحي تأمين اجتماعي مرتبات مغزية السكن طبعاً السكن بيبقى سكن مجهز فيه تلاجة غسالة بتجاز عمام مطبخ احنا دورنا ان احنا بنوعى الأطفال بحقوقهم هي حقوق الطفل بنعرفهم ازاي هو يقدر يحصل على الحقوق في التعليم والحماية والصحة وكمان بنكلمهم عن الأليات اللي المفروض المجلس بيوفرها زي خط نجد الطفل ولجان حماية الطفولة وتستمر المبادرة على مدار عدة أيام في تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة وتنظيم أنشطة الرياضية القفلة تخدم المواطن المصري برضو خصوصاً معنا فريق للتسجيل بمقوعين حياة كريمة بيسجل المواطن بيشوف احتاجات المتواطن عشان ننزل على الأرض ونشوف المواطن المبادرة فيها موجود تسديد غارمين عامل كرنيل خدماته المتكاملة لأخواتنا زهو الهمم وفيها تستهدف التمكين اقتصادي لنوصل خدمتنا لشبابنا وبعد كده كانت فعاليات ثقافية للأطفال بالاشتراك مع وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة مؤسسة حياة كريمة تقدم كذلك من خلال مبادرة أنت الحياة مؤسسة حياة كريمة تقدم كذلك من خلال مبادرة أنت الحياة الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال مبادرة أنت الحياة شملت كذلك قوافل طبية وتوعوية ودورات تدريبية للشباب على المهارات الوظيفية وإعداد استمارات للغارمين والغارمات لتزديد ديونهم